هي المبدعة هي المميزة والمتميزة هي الضحكة والخجولة والجريئة والثئرة هي فاطمة بن سعيدان الممثلة المسرحية والسينمائية فاطمة بن سعيدان هي واضحة رغم غموضها وبارزة رغم قل الظهورها فليقول مسرح أو سينما يقول فاطمة بن سعيدان وينكسبت الثقة المتفرج لدرجة أنها تحولت المقيس حرارة تنجح أي عمل فمبدعتنا هي بمثابة اللؤلاء المتوجدة في صدفتها ما تنفتحها كان على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا شبت وانا نستنى فيها تقطع مسجرها خيانة أما في حياتها العادية فهي منغلقة على نفسها وتقريبا ما فماش معلومات على حياتها الخاصة على غرار أغرب الفنانين وكتحب تتعرف عليها ما تلقى كان معلومات قليلة منها تاريخ ميلادها الموافقة 25 ديسمبر 1949 أو معلومات حول دراستها وتكوينها فهي بدأت في المدرسة القرآنية ثم تعرفت على عالم الفن من خلال الأفلام اللي كانت تتقدم في الكافي شانتا وعن طريق الكاراكوز اللي يجي في المدينة العربي وبشوية بشوية بدأت تعمل مسرحيات مع أصحابها في الحومة وكيخذيت الباك أقرأت عام عربية في 9 أفريل لكنها ما كملتش وعملت مناظرة تمكنت من خلالها الدخول لمركز الفنون المسرحية ثم تنقلت فاطمة بن سعدان للخارج وانكملت قرأيتها لتعود إلى تونس وتستقر نهائيا فكانت وجهتها الأولى مسرح الهويت عام 1978 أما المنعرج الحقيقي في حياتها فهو من خلال المسرح الجديد مع الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري وجليل بكار أما عن مخزون فننتنا فهو كبير على غرار أعمالها كيف عرب ويا سلطان لمدينة وعصفه رسطح هذو نلقى أعمال أخرى كيف آخر فيلم وصيف حلق الواد والتلفزة جاية أما بالنسبة لمشاركتها المسرحية فهي تتمثل في عمل كوميديا وفاميليا ويحيا يعيش تفضل أستاذ الكريم لكن مصدح فضح هذه كانت قطرة في بحر أعمال الفنانة فاطمة بن سعيدان الفنانة المهووسة بعالم المسرح والسينيما واللي نجم نصفها زيدة بسمكة لمدينة العربي المكان اللي متجم تعيش كان فيه ومتجم تتنفس كان هوه فهي تستلهم منها إبداعاتها وتميزها اللي تخرجها أمام كاميرا السينيما وعلى خشبة المسرح عشقتها لولا خلي كلبي ديمة ديمة غادي روحي بلحوم العربي ترجمة نانسي قنقر